طيب الأخت بتقول بأنها منتقبة ويعصبية لغرف مرضية وصوتها يعلو يعني رغما عنها أسأل الله أن يذهب عنها البلاء وأن يذهب عنها المرض وأن يشفيها وجميع مرضى مسلمين من إخواننا وأخواتنا وعلى أي حال إن كان هذا بسبب المرض فليس على المريض يحرق ولو أريد أن أشق عليها فليس على المريض يحرق والغضب الغضب لا شك أنه من الشيطان وفي حالة الغضب قد يتلفظ الإنسان بما لا يرضاه في حالة هدوئه واستقراره ويفعل من الأفعال ما لا يقبله أبدا وأنا أقول العبد عبد والرب رب أنا قد أغضب وقد أقول في غضب ما لا أقبله أبدا بعد زوال الغضب وقد أفعل في غضب ما لا أرضاه أبدا إذا زال عني الغضب أنا عبد أنا بشر وموسى كليم الله الذي قال الله فيه واصطنعتك لنفسي والذي قال الله فيه ولتصنع على عيني وأنا أعجب لهذه الآيات في حق موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما غضب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح الألواح زي المصحف كده عندنا الآن يعني صار لما واحد يغضب يوم رام المصحف ولا حول ولا قوته إلا بالله حالة غضب شديدة جدا ولا حول ولا قوته إلا بالله ألقى الألواح لا هو مشكلة وأخذ برأس أخيه يجره إليه ومره بلحيته قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسي يعني مره يجره هارون من رأسي من شعر رأسه وهو في حالة غضب ومره يجره هارون من شعر لحيته وهو الكليم أنا يعني لا أريد أن أشق على أختنا وعلى بنتنا السائلة ففي حالة الغضب لو صدر من الإنسان من الأقوال والأفعال ما لا أقبله في حال هدوء استقراف فعلي أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى أما كيف أعالج الغضب هذا هو هذا هو السؤال إذا كنت يا أختاه لست متوضئة فتوضأ أن الغضب من إبليس جمرة من النار إن توضأت أطفأت بماء الوضوء هذه الجمرة المشتعلة والنار المتأججة مستحيل مستحيل وأنا بقول لكم أأكد إن الغضب إن توضأ إن توضأ سيكون حال غضبه بعد الوضوء كحال غضبه قبل الوضوء أبدا أبدا يا أخي أنا مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لو قلت لي غير ذلك لكذبتك مهما كنت والله لكذبتك لأني أصدق الصادق الذي لا أنطقه عن الهوى تب جرب بس ما تجربش النبي أنا بقول لك هو ما تجربش النبي تقول تبعا عن شوء لا لا بيقين بيقين توضأ أقصد بالتجربة هذا توضأ في حال الغضب وانظر إلى أقوالك وإلى أفعالك بل حتى إلى حرارة جسدك الحسية الحرارة الحسية لا أقول المعنوية لا حتى الحسية ستختلف تماما بعد الوضوء الوضوء يكسو صاحبه بهالة من النور وهذا كلام حتى علمي هذا كلام علمي علمي بالدليل المدي بالدليل المدي العلمي يعني أعضاء الوضوء بعض الوضوء ينبعث منها من الأنوار الحقيقية ما اكتشفها العلماء المتخصون في هذا الباب ما لا يمكن على الإطلاق أن يكون لعضو آخر من أعضاء البدني لم تناله مياه الوضوء لا إله إلا الله الوضوء ده آية من آية الله ولذلك النبي قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالوضوء ده سلاح قوي جدا طيب يبقى الأخ الغضب والأخ الغضب اتوضى إن استطعت أنا عارف أن حالات غضب ساعات بتفلت لكن توضى اتنين إن كنت قائما اجلس إن كنت قائما وانت غضبان ومنفعل وثائر اجلس أقعد يخفه الغضب ثم استعن بالله تبارك وتعالى أطلب العون من الله دعاء بقى أن يعينك على ترك الغضب وعلى التخلص يعني أعلم أن هناك من سأل الله سبحانه وتعالى في حال غضب أن يرزقه الصمت التام واستجاب الله عز وجل له مهما كان حجم الغضب وحجم الإشكال يصمت وهذا نعتبر هذه نعمة من أعظم نعم الله على من منى الله عز وجل عليه بهذه يصمت صمتا كاملا لا تكلم وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء حتى لا يخطئ فالشاهد استعن بالله واستعين بالله الدعاء مصاحبة الأخيار الصالحين أصحاب الحكمة أصحاب الرفق أصحاب اللين أصحاب الهدوء أصحاب السكينة يعني ابتعد عن الأجواء المثيرة بقدر المستطاع فاتقوا الله المستطاع وما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكن